اشتركوا في القناة سواء كانت الخدمات ولا المتوجات ديالك موجهة التصدير ولا السوق المعلية والغرفة كتتوفر لك دعم تقني باستعاونك في تطوير مشروعك وكتتبع اعمالك وكتتقدم لك المساعدة والمشهورة خدمات غرفة التجارة والصناعة والخدمات من راكش اسفي ما كتسوقفش عند هاد الحد فهي كتتدخل بخيط بيد عند الضرورة بين المتنازئين باستحل النزاعات التجارية ديالهم اما عبر الوساطة او التحكيم وهاتك يوفر الوقت والجهد والفلوس لاربع من مقاولات لزيدك خدمات الغرفة راها باقة كثيرة منها تنظيم تكوينات مواضيع مفيدة في مجال تدبير وتسيير المقاولات والتسويق والمالية وكتنظم معارض منتقيات ومنتدايات وطنية وتشارك في معارض دولية وغادي تخليك توسع علاقتك مع رجال الامال جهويا وطنيا ودوليا ايه والغرفة كتتقاسم معك المعلومات والدراسات وكتنظم ايام تواصلية باش الجديد يكون ذي ما بيديك واذا كنت يحامل مشروع الغرفة غادي تقدم لك المساعدة قبل وبعد التنفيذ وتوفر لك المواكبة اما برصوص الجمعيات والتنظيمات المهنية فالقاعات ديال الغرفة كتشكل فضاء باش تسهل عليهم قنظيم الجماعات والنشاطات ديالها اضافة الى ان الغرفة كتوفر لهات التنظيمات المواكبة والتقديم وكتب النا الصعوبات اللي كتواجههم وتحاول تحلها مع الجهات المعنية هات شي كله باشي لا ما كنتيش من خارط في الغرفة ما تتعطلش واحسم قرارك باش تلتحق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش اسفي في اقرب وقت اما في مقرها بمراكش ولا في وحدة من ملحقتها فقلعة السراغناء ولا اسفي ولا الصغيرة وباختصار الغرفة غادي تلقاها ديما معاك وفي جنبك فين ما كنتي في جيهات مراكش اسفي اشتركوا في القناة